حسنا قبل أن نبدأ لازم تتكلمون عني لازم تعدل الغناة تغير مكانك تغير مكانك أول حاجة ثانية حاجة ثلاثة حاجة الغناة لا تأهل أن أشتري أو أجر شيء حسنا في المستقبل في المستقبل البعيد الغريب على حسب دعمكم في الغناة على حسب كيف ننصر إذا كان هناك دخل قوة في الغناة سأنتقل حاجة رابع حاجة أشخاص اللي يعلقون ليش تطول في الفيديو وليش ما تتكلم بسرعة ما تقولون الزبدة وخلاص الفيديو حقي وانا نسق الشي اللي يقوله ف يعني تشوي الفيديو حياة كلها ما ودك تشوي الفيديو آسف هذا طريقتي كيف أتكلم فأفضل من أشخاص ثاني أن أتكلم بسكريبت أنا أتكلم بكيف لا توقع أو كيف أخذ المعلومة وأخذ المعلومة من لغة ثانية وأجي كيف أحولها لك وترجبها عشان أجيبها لك بطريقة تفيدك وتنفعك وخامس الأشخاص اللي بس يعلق علشان يعلق يعني أنا أتكلم عن الفيديو أحيانا بداية الفيديو أحيانا صورة ثمب نيل أو صورة الفيديو نفسه الجواب حق السؤال يعني لا يشوف الفيديو ولا يشوف شي ويسأل أوكي شوف الفيديو يعني شوف الفيديو كله وفهم بعدين أسأل يعني بعض الأشخاص يسأل سؤال وهو جواب الفيديو نفسه فما جاوبة يعني كي يشوف الفيديو بعدين يسألني فخلونا ندع السلام عليكم هلين فيكم فيديو جديد؟ أوكي أبل في الايفون الجديد الايفون 2020 اللي هو في سبتمبر راح ينزدون 4 ايفونات أوكي الكل يعرف أكبر ايفون اللي هو الحين موجود عندنا 11 برو ماكس راح يكبر أكثر فموجديد اللي عندنا حين لايفونات ثلاث ايفونات 11 برو ماكس 11 برو لو بنرتبهم على حسب الحجم اول حاجة راح يكون الايفون 11 برو بعد الايفون 11 برو ماكس فالايفون أرخص واحد يكون في الوسط الحجم احنا الايفونات الجديدة راح تنسق بطريقة غير راح يكون في ايفون أصغر من الايفون الصغير فلو بنرتبهم هين راح يكون في ايفون 5.4 هذا الربنا ستتكلم عنه بعدين يكون الايفون 6.1 اللي هو بيكون الايفون 11 او 11 برو لان فيه نسخة ثاني برضو 11 برو و راح تكون 6.1 ففيه جهازين راح يكون نفس الحجم يكون مثلا الجهاز من الفئة الخيصة و الجهاز من الفئة الغالية و الجهاز الأغلى رابع واحد راح يكون 6.7 فتوقع هذا البرو ماكس في النسخة الجديدة و العشرين عشرين راح يكون حجمة أكبر فالترتيب راح يتغير اربع جوالات نعيدها مرة ثانية جوال صغير 5.4 جوالين 6.1 جوال كبير 6.7 فهذا الفئة ليش ابل راح تنزل من الفوكس عندنا راح تتكلم عن لايفون 5.4 انا بتكلم اوكي الايفونات الغديمة الايفون 5S 5 SE حجم الشاشة حقتها 4 فاوكي ابل ما راح تنزل نفس الحجم ده او انه تقدر تقول نفس الحجم بس بدون حواف او بدون بازل المساحة ولو منتكلم عن الايفون هذا هذا الايفون 8 5.5 فاوكي الايفون راح يكون أصغر من هذا أصغر من الشاشة بس منتكلم عن الشاشة بس فتخيل تمسك ايفون اوكي شل المسافة ذي كلها ومسك الايفون راح يكون حجمة صغير لكن ابل ليش تأخرتي الان ما نزلتها كثير من الناس عجبهم الايفون الصغير انا من ناحيتي عجبني لكن المشكلة اللي فيه البطارية اوكي في اكثر الوقت عندي اني ما راح احتاج بطارية كبيرة خاصة اذا كنت في البيت كنت في الجامعة يعني طول وقت هذا الاماكن في الكافي عندي شاعن لكل شي اقدر اشحنه لكن ابل ما تبيت تتوجه هذا التوجه ابل خلاص تحسننا جالسة تسمع حق الناس كانت في تكريفة فترة ستيف جوبس ابل تقولك اوكي احنا نعرف ش اللي انت تبغي ما راح تسوي الشي اللي مثل ما تقول لا احنا نبغي او الكنسومر يابونا لا ابل تسوي الشي اللي ايته به وتحسننا هذا الشي العادل لكن في التوجه السنوات الجاية والاخر السنوات تغير التوجه خاصة ان لو نرجع برضو يوم مات ستيف جوبس يوم طلع تيم كوك عرفنا اشياء كثيرة من تيم كوك انه كان شو اختلاف بينه وبين ستيف جوبس انه تيم كوك يبي من ابل ان تنزل جهاز رخيص ستيف جوبس يقول لا علامة ابل بالحاله يجب ان تكون غالية ففي اشياء قاعدة تتغير احنا كثيرة لو نشوف ابل ماكبوكو برو السنة ابل رجعت الكيبورد او لم رجعته بالضبط لكن رجعت الكيبورد لحق الاشخاص يعني سيزر نفس الكيبورد الغديم بس ترفل اغل شوي فاهمش انه سمعت الحق الناس اللي يقولون ونسوته برضو انه كبرت الجهاز ابل معروف توجهه اول كلمان هو تنحف تنحف انحف عادي بطارية تصير صغيرة لكن نقولك اوك جهاز انحف لكن احنا كبرت الجهاز شوي سمكته وكبرت شوي عشان بطارية تحط فيه اكبر فتشوف فيه اشيات تغير منابرا بطارية اكبر عدلت الحرارة في اللابتوب لو بنتكلم عن الايفون الخيص الايفون 11 ابلتد ان الناس يبقون الكاميرا العادية وكاميرا الوايد الكبيرة بدل الـ 2X الايفونات الغديمة الـ 10S حطت لك لا الكاميرا عادية في الايفونات الجديدة لا حتى الـ 11 العادي انا توقعت انها تحط العادية والـ 2X لان الوايد لو تحكر على الابرو الناس سيحتاجون يعني يميزون الابرو بذي الميزة لكن ابل قالت لك لا خلاص راح نحطه لكم في الـ 11 العادية فحركة موب حركة تفاجئك من ابل انك تسوي ذا الحركة جوفوا في جوجل حطت الكاميرا عادية والـ 2X قالت لك الوايد ان نحس ان احنا الـ 2X افضل من الوايد فالناس قالوا لا نحن نبي ذا الشيء وتدري ان الناس يبون ذا الشيء لكن ابل تحس ان تتغير شوي فحركة حلوة وكل يحتاج من ابل او كل يتمنى ابل ان تمشي على ذا الشيء اخوصا الـ AirBods الجديدة تهدرت ان الناس يبون اوه نبي نويس كونسوليشن نزلت لك AirBods وبرو بالنويس كونسوليشن تحسن فيه فرق من ابل الماك برو منزلت الماك برو الصغير على قرارتهم اكتر الناس عزيكم الله تراشل ان الشكل تسطواني من قبل 4 سنوات او 5 سنوات الناس اضايقوا على حركة ابل ان الجهاز هذا لا نستطيع ان نغير جهاز شرينه بـ 6000 بـ 7000 بـ 15000 دولار لا نستطيع ان نغير قطع ابل نزلت لحين الماك برو الجديد الكبير رجعت نفس الحجم الغديم وتقدر تغير القطع بكل شيء فابل تحسن انها تخسر من دل ناحية تحسن انها ليس بهذا ابل اللي كانت اول المهم نرجع للموضوعنا راح نتكلم لكم عن ليفون 5.4 ما راح تكلمكم عن الـ SE اللي بينزل في مارتش انه بيكون الشكل اللي كنا نحتاجه اولا انه نفس الشكل لكن بدون نوتش ما راح تسوي ابل او ما راح يكون هو الجهاز الغالي لان هذا بمدري كم بتسوي سعر او الحجم حقه كيف تركيب حقه لانه بتنزله بذل حجم فيمكن يكون اكبر من الـ 5.4 اذا كان بهذا الحجم و بدون حواف راح يكون اكبر لكن ما راح تتكلم عن ذلك اوكي لو بتفضلوا انت لـ SE بذل الشكل او بذل الشكل مية في المية كله يقول عطونا ذل الشكل او الديزاين هذا و بدون حواف تمنى ان تسويها بلخصا الـ Face ID ان تقدر تحطه في الجهاز ان تنزل جهاز الـ SE او الـ iPhone 9 على كلام بيسمون اسمه انها تسوي كذا بدمعة مثلا و البصمة ان تصبح بصمة تحت الشاشة لان الـ Face ID اغلى من البصمة تحت الشاشة في قيمة الجهاز لكن ابل الماضي بتسوي نشوف قدام ما بتسوي في الـ SE لكن نرجع مرة ثانية عن الحق الـ iPhone 5.4 ابل الشركة الواحدة التي تقدر تنزل الجهاز 5.4 وجهاز يكون معالج قوي اوكي في الاندرويد معالج رخيص ولكن هناك معالج قوي لان لو نشوف كل الشركات تتوجه حين كل ما لهم يكبرون الجهاز One Plus او الجالكسي الـ 11 لان يكبرون لان يكبرون بطارية اكبر لكن ما في شركة نفس ابل لان تشوف الجهاز من الدخل كلها بطارية تقدر تسوي الحركة ذي خاصة ان لو نمشي قدامنا ندري على الـ AT13 في الـ 11 11 Pro Max وضع ميزة قوية في المعالج ان المعالج لا يستهلك طاقة و برضو ان المعالج يشقل انوية اقل يدري انك جالس لا تسوي شيء فيشق انوية اقل صور ما صور فما يستهلك بطارية اكبر فحركة ممتازة من ابل تمنى الاندرويد يقدرون نسويها في الجهاز الصغير يضع فيه مثلا فاس اي دي مثل ابل ثلاث كاميرات او كاميرتين و برضو بطارية اغالي شيء اغالي شيء تجسم معك 8 ساعات شيء حلو كنت نرى ما يفعلون في كل الكلام اللي قلناه لكم حين في الاتيرتين لكن توجه احق الاتيرتين اللي بينزل على الايفونات الجديدة والايفون اللي بيكون في 5.4 فاتخيل الاتيرتين بيكون بالحالة في 5 نانوميتر فمن سفن نانوميتر هنا إلى 5 نانوميتر بيصغر المعالج فالكل يعرف ان يصغر المعالج سيكون اداء افضل في البطارية اداء افضل حتى في قوة المعالج فهذه الحالة يساعد ابل البطول ان تنزل الجهاز 5.4 ابل ان نزل الجهاز 5.4 لا تتوقع ان الجهاز 5.4 سيكون نرخيص بالنسبة لي يمكن ان يبدأ ب700 دولار لكن على المعالج مثل ما قلت لكم ستكون بطارية ممتازة اتمنى ان يكون فيه كل الميزات يعني لو ان يكون برو ما توقع ان يمكن ان نسونا او ما توقع ان يخلونا في 5.4 على برو لكن لو يخلونا برو انا سأشتري ان شاء الله فهذا اللي كلنا نعرفها يعني والكل يعرف ان ابل ما تتكلم عن الارقام بطاريات اللي موجودة في الاندرويد اوكي 4500 وشوف تعليقات اصلا عندي يعني يتكلم عن تسربة ليفولم جديد يجيك واحد يعلق انا عارف الناس صندوق يستخدم اندرويد يعلق ابل توصل حق 4500 وبعدين تتكلم ليش؟ ليش مدري كيف تحسن فيد فئة من الناس اللي ما يستخدمون ابل مدمنين ارقام بس ارقام يا بي الشركات نفسه قمت الجلاكسي اس 5 16 ميجابيكسل الجلاكسي اس 6 12 ميجابيكسل وين بقر بكسل بتر بكتر مدير سامسونج يمطلع على منصة يمنزل اس 5 اللي يقول ان اكبر اكثر بكسل افضل صورة بعدها بسنة كنسل دور ونرجع من 16 إلى 12 بطرية انا ما ليميك تشغل فيك في الاندرويد 4500 5000 ميلي امبير الايفون ما وصلت 4000 قبل تتكلم عن اداة انا ما ابي ارقام انا ما بيطلع الارقام وهو ارقام قوية وجهازي جهازي مغارن بالجهزة الثانية اللي ارقامها اغل افضل ليش هذه الحركة؟ ابل وكي موصلت 4000 تحت 4000 بشوي لكن اداة افضل من 4500 انا عندي 4500 جالكسي نوت جالكسي نوت 10 بلس 4000 وشوي هذا 4000 اقل من 4000 اداة افضل بكثير لا تغارن نظام وبنظام لا تغارن ارقام شركة ما تفكر بالارقام انت تفكر بالارقام او ترتاح بالارقام قبر ما تفكر بالارقام تفكر لكم بالاداء فخلونا من الارقام ارقام عش فعالة من الارقام حقتك اللي ارقام بس ما لها اداة فابل تبقى اداة بس واحنا نفضل اداة احنا نحب ابل عشان الاداء فتبقى ارقام خلك مع شركات الارقام فرجعنا نتكلم عن 5.4 فابل لو تسوي 5.4 فمية في المية راح تكنسل النوتش تغلل النوتش تسوي حاجة لانا تخيل انه يكون نوتش في مساحة 5.4 الكل يعرف ان ابل في النوتش ما تحركه او ما تغيره في الاجهزة يعني او بتشوف الايفون 10 10 اس 11 11 برو ماكس نفس الحجم ولجل الجهاز اكبر النوتش يعني المسافة اللي في الجوانب هنا تكون نفس المسافة في الصغير ريال الكبير فاتوقعنا 100% في الايفونات الجديدة هذا يدل ان بتغير النوتش يمكن تسقر النوتش او تكنسلها فاذا سقرت او كنسلتها الجهاز بيكون حلو لانك تخيل النوتش في الجهاز الصغير تحسن انه مبنوتش او كنسلتها فمية في المية هذا الشي اللي يساعد انه تكنسل النوتش برضو البروموشن اللي بتحطها يعني لو بتخيل بتحطون البروموشن في الجهاز 5.4 تخيل البطارية بتساوي بشلون تنزل بتصدقون صح انا بتنزل هذا الحق الاندرويد يعني تخيل مثل بيكسل يقولك او بيكسل 4 يقولك او طف البروموشن او طف البروموشن لانه بروموشن 90 هرتز ياسر في البطارية او ما راح يشتغل بروموشن الا كان جهازك سطوع حقه او طف البروموشن تحس فارق يعني الكل يعرف ان الايباد في استخدامك في الايباد برو استخدمنا استخدمنا الايباد برو برو ب120 هرتز هنا ما في فارق بينه وبين الايباد يعني الى البطارية فابل لجد تحط الشيء تحطه بدقة اوكي في الايفون سيكون في فارق بدون البروموشن لكن الابل ما راح ما راح تحط الشيء الا تركبلك معالج يدعم دششة وتحس الان ما في فارق بينه وبين الجهاز اللي بدون برو موشن فهذا الى احب في ابل ما احط مميزة على حساب شيء ثاني يتكانسل فتخيل في 5.4 سيكون هناك برو موشن لا متوقع يضع برو موشن يضعهم في الجهاز الغالي ويتم مرخيص هذا يعني يمكن أن يكون لدينا جهاز 6.1 في البروموشن كيف يكون الأداف مع A14 مع معالج يدري أن الجهاز في البروموشن معالج مبني على ذي الشيء فنشوف قدام ما يسمون بس هذه كل ميزات وهذه كل أجهزة فأنت تخيل أن تشتري جهاز كتبوا لي تحت في التاليغات أي جهاز ستفضل كأحجام كأشكال هل إذا نزل جهاز صغير من أبل وميزات قوية ستشتري أو تفضل الجهاز الكبير من ناحيتي إذا جميع الميزات موجودة فيه وجهاز يعطي لي 7 ساعات 8 ساعات بطارية وهمشي كل الميزات موجودة فيه ستشتري لأن أنا يعني تعرفون أني أستخدم الايباد فأعادي أستخدم جهاز صغير الايباد معي في كل مكان أروحه جهاز صغير لحق واتساب لحق انستجرام حق سناب شات بشوف فيديوهات بشوف أشياء كبيرة عندي الايباد استخدمها أنها استمتع بالايباد أكثر من الجهاز من الايفون في مشهارة المحتوى حتى أعمل الصور لحق الغناة يعني أفضل بكثير بالنسبة لي لحق من الجهاز أو من الايفون فكتبوا لي تحت الفتراغات انتو اشتركوا أي جهاز راح تشترون نزلوا الأربعة جهزة بالمواصلات 5.4 6.1 6.1 6.7 إذا اشاريت 6.7 يمكننا اكانسل الايباد يعني 6.1 في مسافة أن تحط في قلم في الجهاز خاصة لطلعوا 3D برنت في مكان نفس المكان الذي موجود في الايباد الجديد لحق القلم فنشوف قداما بس هذا الفيديو وانتظروا الذي يسألني متى ينزل الايفونات الجديدة في ايفونات رخيصة التي شعق قوي أنها تنزل في مارج شهر 3 ميلادي الايفونات الغالية ايفون تول لا يسمونها الايفونات الغالية ينزل في سبتمبر شهر 9 ميلادي فمثل ما قد تكتبوا لي تحت الفتراغات ما هي الجهازة التي تشترون من أبل وما هي الجهازة التي ستشترونها ففي نهاية الفيديو تنسون الاشتراك بالغناة إن شاء الله ما يقضع عمل لكن ما يقضع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون الفضل دعاكم وقبل ما أسكر الفيديو أنا بالنسبة لي أنا أنا أتمنى أغير المكان لكن لا تكتب لي أنه اوه يعني جل وقت أنك تغير المكان جل وقت أنك تعدل المنتاج يجالس في المكان أنا وحط لك صور بس ما قدر أتحرك ما قدر أتطلع بره تالج تريد بره تريد أن أضع المنتاج مثلا نفر الشاشة ورجع أعدل الشاشة وكلها كلام وحط صور هذه هي فيديوهات الأخبار فالسلام عليكم